يعني ما بين مقولتي أن الدستور هو وثيقة سياسية ورأي آخر يقول أنه عقد اجتماعي واضح بأن شكل النظام وتفاعلاته تحدد مسار هذين التعريفين يعني ترجح كفة أنه وثيقة سياسية أو ترجح كفة أنه عقد اجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم احسم لي الفرضي لا أنا أعتقد أن الدستور ليس وثيقة سياسية الدستور عقد اجتماعي يحكم الحياة السياسية يعني الحياة السياسية أو السياسيين لا يتحكمون بالدستور يفترض أن يخضعون للدستور الدستور ليس وثيقة سياسية يتم التلاعب فيها في ضوء المصالح السياسية الدستور عقد اجتماعي بين الشعب ومن يحكم وعلى من يحكم أن يلتزم بهذا العقد حينما يخرج عن هذا العقد فلا شرعية له يفترض هكذا يعني يفترض أنا أقول أن يعمل النظام السياسي الحالي الذي انتهك الدستور بإقراره بانتهاك الدستور لم تعود له شرعية